خلينا هنرجع تاني ليه المكانة الدولية والإقليمية المصررة يعني أحب أننا عشان بس المكانة الدولية أنا مقدرش أقول إزاي استعدتها غير لما أقول إزاي الضغوط اللي كانت بتواجه ده لأن الحقيقة يبدو خلينا برضو نتفل لأن وقت الملك فاروق البعض يطلع لي صور لملوك العالم العربي هم جايين مصر يقابلوه وهو مثلا مش عارف ينعم عالمين بإيه أيوة لكن فين التأثير لم يكن هناك تأثير لمصر في ظل دولة محتلة وفي ظل برضو علشان نقول ملك كان يرى بأن استبدال الاحتلال الألماني بالاحتلال البريطاني خير عشان هو ما بيحبش الاحتلال البريطاني أجي ألاقي ديني فرصة بس أكمل الجزئية دي أجي ألاقي بقى الحقيقة أن بعد 52 مصر أصبحت قوة إقليمية تسعى إلى تصدير فكر الاستقلال دون تدخل منها تسعى بقت نموذج مساعدة الدول الأفريقية والدول العربية أنها تنول استقلالها مساعدة دول عدم الانحياز يعني مصر تعدت منطقة إقليم العالم العربي إلى العالم كله يعني مصر كانت في غزلافيا مصر كانت في الهند مصر كانت بتشكل دول عدم الانحياز مصر بتشكل منظمة التعاون الإسلامي مصر بتعمل الحقيقة قومية عربية لفكر عظيم أخطأت ثور 53 أخطأت زي أي فعل بشري تعالوا نتفق أن الفعل البشري لم يتسم بالكمال على مدار الحقيقة عمر البشرية على الأرض من الأخطاء لأنها بس خلوا لكم لما تيجوا تقيموا الأخطاء قيموها بظروفها هي بتاريخها هي مش بالنهاردة يعني لما تيجي تقولي أصل الإصلاح الزراعي فتت الرقعة الزراعية أقولك ده مش خطأ الثور لكن خطأ الحقيقة أن الخمس فددين اتقسموا على مواريس واحد خد خمس فددين فبقى اللي معاه إراتين واللي معاه ثلاثة فدي مش الأزمة لكن ده كان فكر الستينيات والخمسينيات أثر علينا أثر علينا إحنا محتاجين نطور هي الفكر الغلط ما كانش عند الثورة الغلط على اللي ما طورش طول الوقت لكن أجي بقى أخد 30 يونيو استعادت المكانة إزاي استعادت المكانة لما أدركت التاريخ أدركت التاريخ وقارته كويس قوي فأدركت أن احنا بعدنا عن أفريقيا من السبعينيات وقلنا كفيانا بقى يعني اهتمام بالجانب الأفريقي وده كان الفخ اللي نصبته إسرائيل لنا لأن إسرائيل كانت بتقول ووضعت استراتيجية في السبعينيات اسمها قص الأطراف لمصر إيه الاستراتيجية دي؟ تقطع علاقتها بالعالم العربي وتحقق لها ده بتوقيع اتفاقية السلام اللي أنا موافقة عليها بس برضو كان لازم أخذ بالي من الجزئية دي نمر اتنين قص الأطراف لمصر لما قلنا كفيانا بقى مشاكل مع أفريقيا واهتمام بالجزء الأفريقي فسبنا الحقيقة جدورنا الاستراتيجية تتقطع مننا وتدخل إسرائيل في أسيوبيا تدخل إسرائيل مع غانا تدخل إسرائيل في الكونغو تدخل الصين تدخل بريطانيا تدخل فرنسا تدخل تركيا قوة تدخل إيران فبقى فيه قوة تانية إقليمية غيري موجودة في أفريقيا اللي هي بتمثل لي من أيام حد شبسوت عمق الاستراتيجي بعد 30 يونيو الحقيقة كان يعني هايزة أحكي موقف في وقت ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعد 30 يونيو قطع الاتحاد الأفريقي علاقته بنا ومجمد عضوية مصر فالحقيقة أن كوناري رئيس الاتحاد الأفريقي كان هنا في مصر وقت ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي وطلب منه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بيتكلم معاه عن ضرورة عودة مصر وعودة عضوية مصر الاتحاد الأفريقي أنه ياخد نموذج مجسم للرئيس جمال عبد الناصر وهو راجع يتكلم عن ضرورة عودة مصر للاتحاد الأفريقي وقال له كل دولة وانت بتكلمهم عن مصر وضرورة عودة عضويتها كل دولة من الدول الأعضاء كل واحدة تقول مصر عملت ايه في ظل هذا الرجل ليها إذن دي قراءة للتاريخ إدراك لمقدرات مصر وضرها في أفريقيا من الخمسينيات فإدراك التلاتين يونيو أنها مرهونة ومربوطة بتاريخها وأنها لازم تستعيد تأثيرها الإقليمي والأفريقي والعرب وإمتى كانت مؤثرة وإمتى ضعف هذا التأثير وإمتى انعكس هذا التأثير على مصر في محور تاني مهم جدا محور المشروعات القومية أكيد إحنا شفنا التاريخ شاهدوا وكل اللي عاشوا في هذه الفترة شافوا قد ايه كان فيه توجه ناحية الإصلاح في كل القطاعات المشروعات القومية بشكل عمسة العالي هنا احنا بنتكلم عن نموذج أيضا في الجمهورية الجديدة كل المشروعات اللي احنا بنشهدها الآن هذه المشروعات القومية مش الهدف بس منها أن احنا بنشهد مشروعات قومية لا الهدف كمان أن احنا بنشغل المصريين جزئين اللي حضركم تبتتكلمي فيها أن احنا شغلنا يبقى بإدنا أكلنا يبقى بإدنا عندنا اكتفاء ذاتي من كل شيء صحيح إيه اللي بتشوفيه بين الثورتين في هذا القطاع؟ بعد 52 كان القرار الصعود بالمصريين وتنميتهم بمعنى أن أنا حتوسع في فكر هو إيه اللي قبل 52 وبعد 52؟ قبل 52 كان فكر طول الوقت المنة لكن بعد 52 كان فكر التنمية أنت اللي حتزرع، أنت اللي حتصنع، أنت اللي حتشتغل، أنت اللي حتتعلم مش بمنطق المنة المؤسسات الدولة بقت تمارس دورها تعليم، صناعة أجي بقى على المشروعات القومية الإصلاح الزراعي كمشروع قومي أجي على التصنيع التصنيع كمشروع قومي أخذ مثلا الحديد والصلب في حلوان كان مستورد الأفران بتاعته من ألمانيا علشان مصر تقود ده الغزل والنسيج في المحلة الكبرى السكر في ألمانيا ده كانت مشروعات قومية السد العالي على الرغبة من كل التحديات اللي وجهت إنشاؤه كان تأميم قناة السويس بسببه علشان أقدر أمتلك تمويل له بعد ما رفض البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إنها الحقيقة تتموله السد العالي صنف حتى يومنا هذا بإنه واحد من أهم 120 مشروع على مستوى العالم للناس اللي بتتكلم على هذا المشروع العظيم بلا فهم تأميم قناة السويس كان مشروع قومي لأن محدش كان يقدر الحقيقة يعمل هذه الخطوة وبالخطوة دي إحنا تفاجئنا بالعدوان السولاسي سنة 56 يعني إحنا أممنا القناة 26 يوليو 1956 29 أكتوبر كان العنوان السولاسي على مصر بعد ثلاث شهور كل دي الحقيقة كانت مشروع تصنيع السيارات العربية دي في مصر كان حاجة إحنا لو ماشينا على خطوات تصنيع السيارات في مصر كنا النهاردة دولة ميش مجمعة كنا النهاردة بقينا دولة مصنعة للسيارات مشروع النووي هل تعرفي حضرتك أن سنة 1969 طلبت مننا الهند أنها تشارك معنا في برنامجنا النووي فرفضنا ببزوق واعتذرنا علشان الهند كانت لسه دولة نمية قوي فإحنا مش عايزين نعطل نفسنا هل تتخيلي ده؟ هل تتخيلوا أن كان عندنا مشروع فضائي؟ برضو طلبت الهند أنها تشارك فيه بس تتخيلوا أن بعد سبعين إحنا ما كملناش المشوار ده في سنة 2010 تطلق الهند أمرها الصناعي إلى الفضاء وده اللي أنا عاوز أقوله بعد 2013 إحنا وقفنا من 1977 لحد 2010 بلا مشروعات قومية حقيقية خلينا نتفق كان عندنا مشروعات آه كان عندنا رجال أعمال وطبقة آه لكن ما كانش عندنا الحقيقة اهتمام بالمواطن حقيقي